السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة فيديو جديد وصفة جديدة وكذلك من اشياء كنرميوها كنتخلصوا منها هاد الاشياء غادي نستغلوها وراها زوينة بزاف كتشوفو هاد المصحوق هو من واحد البدرة اللي كنستعملو التمرة ديالها وكنرميو هادوك البودور هادك الزريعة ديالها كنرميوها ولكنرها رائعة بزاف واحد الوصفة غزيلة بزاف كتحيدنا التجاعد وكترجعنا داك الكولاجين ديال البشرة هاد المصحوق ومصحوق ديال هاد البودور اللي هي بودور ديال القرعة الحمراء اللي كنديرو في الكسكسو او بودور القرعة هاد البودور راه هزوينة بزاف فيها مادة الكولاجين وفيها بزاف ديال المعادين ومن بين المعادين اللي فيها بواحد لوطول اللي كبير بواحد نسبة اللي كبيرة هو المانيزيون المانيزيون راه معدن كين في الطبيعة كنحتاجوا ليه ويكون حتى في بزاف ديال المأكولات والجسم ديالنا كيحتاج ليه اش كي دير هاد المانيزيون اللي موجود في هاد المصحوق كي حيد لين اديك الدوخة وانا كنخود هاد المصحوق بكيميا كثيرة وكي حيدنا الكآبة والنقص دياله كي ديرنا الام المفاصيل والالام ديال العضلات فاش كي يوليه كي يجينا داك كلاكاج داك التشنوجات مهم هو وراه زوين بنتزاف لا بالنسبة للقلب ولا بالنسبة للعضلات باش نستافدو منو ويكون عندنا المانيزيوم في الجسم ديالنا واحدة الكيميه اللي كافية نخد ملعقة هكذا ديال المصحوق ديال هاد البوذور اللي انا كنشري كميه كثيرة كيفما تشوفوا دائما راه بزافة الوصفات اللي درت به وكنخويه او نضيفه عليه المال يكون واصل درجات الغليان هكذا قياس الكويس ديال العنبه وكنخليه واحدة ربع ساعة حتي كيف تر الماء شوية وكنصفيه وكنشربه هاد المانيزيوم راه يزوين بزاف بالنسبة للجسم إلا ما كانش عندنا المانيزيوم كيرتع في علوتو ديال الكالسيوم عندنا المانيزيوم والكالسيوم هما كيكملوا بعضياتهم إلا كانوا متوازنين كيكل جسم ديالنا بخير وعلا خير إلا كان المانيزيوم ناقص كيكل كالسيوم كتير كيكوز 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 في الميسكل في العضلات ولا في العرق إلا ما كانش عندك المانيزيوم وما بغيت يجدر هاد الوصفة غادي تشري المانيزيوم هكذا من الفارماسي هو مكمل غدائي وغدا تبدأ تشربه ولو حبه وحده في النهار كيكوز 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 ومزيان حتى القلب اي واحد عنده الباطمون كيكوز 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 ومزيان كيكوز وقد اضربت من المانيزيوم وصفه ديال أطلق بالبشرة تحديد التجاعد وتصفى لك البشرة ولكن اراني اقسم بالله كانت تحبيت باناني غادي ندير غير واحد لابس دوتونا فهاتش اللي نشرح لكم على حسابية المانيزيوم وشوش حال ربعات دقائق وانا كان عاود غير على المانيزيوم صحيا المهم إلا بغيتوني ندير لكم فيديوهات علاش انا كان نشرف دائما هاد البودور ديال القرع لانا بودور ديال القرع لانا المانيزيوم كان غير في البودور ديال القرع وفي الشوكولات المر هدي اللي كان فيهم واحد نسبة كبيرة ديال المانيزيوم وهدو جوج الحويج احنا ما كان نخوضهمش الإسانسيال داك شي اللي صفيت من هاداك المانيزيوم اللي غا نشرب هتقدر تدري به تقشار ضيفه لي شوية ديال زيت زيتون ودري به تقشار اما بالنسبة للوصفة انا غنخد واحد الكيمية هكدا لا بأسة بها وغادي ندخلها مزيان غادي نغرب لها وانتو ما راه في الاخير غادي تشوفوا بتغربت ليش مزيان اذا من الاحسن تغرب لها في شي اللي يباموس ولا شي زي في كل رقيق المكون الثاني لهاد الوصفة الرائعة ديال التجاعيد وديالتوحيد اللون رازوينة بزيف وكتعطينا حتى ويجاة المكون الثاني هو الأبيض ومن الاحسن تكون بيضة بلدية كما شفتو هنا انا عندي بيضة بلدية نحيط الأصفر هاد الأصفر غانستغله ندير بيض وصفر رائع نضيف المسحوق القارع على البيض نضيف المسحوق القارع على البيض بكثير��터 100 ا intolerام وتبعاز لديه من المسحوق القارع المسحوق القارع على سwieله شكلو يديد ايضي من قبل اخطاء لديه عسل الحر يدخلت من المacağız 1 مستوى اع store نضيف العسل نضيف العسل يتبع في المتاجر المواد الغذائية نضيف هذه الملعقة مكاملة العسل نضيف هذه البواطة لأن هذه كمية قليلة نضيفها غير الوجوه نضيف هذه البواطة نضيف المكامل نضيف المكامل لأنها مكتب ونضيف الوصفة نضيف 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 كجرات الحصول على زراء القرع قم بتقشر و زيت العود ثم نضيف الكريمة نقوم بتجعيد الكريمة و نقشر لها لا نقشره لا مفتوق يمكننا التهز و لكن المفتوق لا نقوم بتجعيد بشكل كثير هذه الوصفارة جربوها وارجعوا الاخبار وقلوا لي لا بغيت واسفة اخرين بهذا بوضو القراء وخصوصا الصحية كلها في التعاليق والسلام عليكم ورحمة الله